اشتركوا في القناة مستر فريرا كنت انا قلتلكوا خبر كده من فترة مستر فريرا ما كانش عايز شيكابالا موجود في نادي الزمالك ولكن اتقل مستر فريرا من المسؤولين في نادي الزمالك ان شيكابالا هيجي السنة اللي جاية دي مش هيكون في الزمالك هيكون اعارة للنادي الإسماعيلي فالرجل مع اللقش قال لهم انا مش محتاجوا في الفرقة يعني مع اللقش لكن مستر فريرا حتى في موضوع الاستبدال والقايمة والكلام كان متمسك بكل اللعيبة اللي موجودين في القايمة وعدم وجود شيكابالا كمان في موضوع يعني نسيت اتكلم فيه ان كان فيه استياء من لعبة الزمالك بسبب موضوع شيكابالا يعني كان فيه كلام على التشيرت رقم 10 اكتر من لعيب كان مصمم ان هو يلبس تشيرت رقم 10 منهم باسم مرسي واحمد حمودي وانتو عارفين شيكابالا وكان هيرجع كان هيلبس رقم 10 فاني كان فيه مشكلة على التشيرت وحزم امام كابتن الفريق اللي بنبريك له طبعا النهاردة جوازه هنخلص البرنامج ونروح بقى يعني نحتفل بجوازه مع بعض ان شاء الله كان هو قال بالاقدمية يعني كانت عاملة مشكلة برضو بعض اللعيبة في فريق نادي الزمالك كانوا زعلنين ان في بعض اللعيبة جودات ما خدتش مقدمات عقدها والزمالك هيحول 250 الف دولار لشيكابالا وهو اللعيبة ما خدتش مقدمات عقد بعض اللعيبة زعلنة برضو جودات من الزمالك ان ما تعملهمش مؤتمر صحفي وتعامل لشيكابالا مؤتمر صحفي كان في حاجات هتحصل في الفرقة يعني للعيبة كان ممكن تفوق الدنيا كانوا حاسين شوية ان في تفضيل لشيكابالا عليهم يعني الامور بازت وما كملتش الزمالك بيبلغ المقولين بصرف الدفعة الاولى لصفقة شريف علاء ومحمد سالم يوم الحد اللي جاي ان شاء الله اثنين مليون ونص القصط الاول من الزمالك المقولين اللي اشترى اثنين لعبين من نادي المقولين محمد سالم وشريف علاء زي ما قلتلكم النادي المصري كان عايز محمد ابو جبل حارس المرمة ولكن الزمالك رفض الاعارة وسر تمسك الزمالك بابو جبل ان الكابتن ايمان طهر والفريق محتاجين ثلاث حراس المرمة على مستوى عالي شناوي وجنش ومحمد ابو جبل ان الزمالك مشارك في كاس مصر وحيشارك ومشارك قد استمين الوقت في الكومفيدرالية وخايف يكمل الكومفيدرالية بحارسanza مرمة يحصل حاجة لقدر الله للشناوي او جنش فيبقى الزمالك معتنين حراس المرمة ان محمد ابو جبل كمان مقيد طبعا في الكومفيدرالية فده سر ان الزمالك متمسك بمحمد ابو جبل في قائمة الزمالك إن فيه كونفيدرالية والزمالك بيلعب في كاس مصر والثلاثة دول متأيدين في كونفيدرالية فلو الزمالك أعاروا لأي نادي آخر في الفترة الحالية حيفتقدوا فيه الكونفيدرالية ويبقى خطر إن الزمالك يكمل الكونفيدرالية باثنين حراس مرمى لقدر الله واحد يحصل له حاجة هتبقى مشكلة نادي الزمالك هيبعت مندوب لحضور مراسم قرع التحديد ملعب بطولة كاس مصر الدول قابل النهائي بتعرفيني الزمالك هيلعب مع فريق سموحة يوم 17-9 اللي جاي إن شاء الله فهيعمله قرع يكون المباراة في ملعب مين أو الملعب إيه اللي حتقام عليه المباراة الزمالك هيحدد 3 ملاعب يلعب عليهم السنة الجاية في بطولة الدوري بيتكلم في ملاعب استادة القاهرة وبيترو سبورت ودار الدفاع الجوي بعد الحصول على موافقة الجهاز الفاني أنا أتمنى أن الزمالك والأهل السنة الجاية يلعبوا في استادة القاهرة أتمنى يعني دي أمنية عندي شخصية إلا أنا الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهل اللي عبوا في استادة القاهرة ملعبهم يعني ده الملعب اللي إحنا بنستمتع فيه دايما في مطشط الأهلي والزمالك الزمالك محدد استادة القاهرة وبيترو سبورت ودار الدفاع الجوي الزمالك بقى هيبدأ فترة الإعداد للمسم الجديد بعد بكرة الخميس إن شاء الله اللي هو يوم ثلاثة تسعة ومستر فريرة هيوصل للقاهرة يوم ستة تسعة بصحبة المدرب الجديد تعرفين أن مستر فريرة جايب واحد معاه بورتغالي جديد في الفرقة هيكون متواجد كمدرب وبرضو الزمالك بيوعد بصرف مقدم عقود اللاعبين الجدد الأسبوع اللي جاي إن شاء الله أنه الزمالك كان فيه كده ليه بعض الشيكات عند بعض الجهات ما خدهاش لغد الوقت فأمور دي هتتحل خلال يومين ثلاثة والزمالك هيصرف مقدمات العقود دي بالنسبة لأخبارنا دي اشتركوا في القناة